وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمراراً للجهود المذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع عام 2022 هذا وتم تفتيش أربعين محلاً ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك للإطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد تبع عشرة مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني وذلك وفقاً لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالة التهرب من القيمة المضافة وفقاً لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة